السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معزائنا طلاب الصف الحال عشر علمي وتكنولوجي في درس جديد من دروس الرياضيات من الوحدة السابعة الدرس الثالث المتطابقات المثلثية لضعف الزاوية ونصفها الجزء الأول أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو إثبات صحة متطابقات ضعف الزاوية واستعمال متطابقات ضعف الزاوية في إثبات صحة متطابقات أخرى تعلمنا في الدروس السابقة عزائي الطلاب المتطابقات المثلثية لمجموع زاويتين والفرق بينهما هل تذكرونها عزائي الطلاب؟ لنبدأ بمتطابقات جيب التمام وكذلك وما هي متطابقات الجيب؟ نعم سائن يو بلاس بي إيلي quals ساين يو كوسين V بلس كوسين يو سين V وايضا ساين يو مينس V مينس كوسين يو سين V ولنا ننتقل مجموز لمجموز متطابقات الثانم تان يو بلاس V بلس تانيو بلاس تانيو over 1-10u times time v وأيضاً 10u-v equals 10u-10v over 1-10u times 10v وسنتعرف اليوم على متطابقات جديدة وهي متطابقات ضعف الزاوية أي عندما تكون الزاوية مضربة باثنين لنرى ذلك sine 2u equals 2 sine u cosine u وأيضاً cosine 2u equals لدينا هنا ثلاثة متطابقات لجيب التمام أولاً cosine squared u minus sine squared u وأيضاً 2 cosine squared u minus 1 وأخيراً 1-2 sine squared u كل هذه متطابقات جيب التمام لضعف الزاوية وأخيراً 10u equals 2-10u over 1-10 squared u والآن بعد أن تعرفنا على متطابقات ضعف الزاوية المهم أن نجيب على السؤال التالي إذا كانت sine theta equals cosine theta فهل من الممكن أن يكون sine 2 theta equals cosine 2 theta أيضاً؟ ما رأيكم؟ أي في حال كان الجيب مساوياً لجيب تمام زاوية ما فهل من الممكن أن يكون جيب ضعف هذه الزاوية مساوياً لجيب تمام ضعف هذه الزاوية؟ لنرى ذلك نريد أن نتأكد من أن sine 2 theta equals cosine 2 theta أم لا؟ لدينا من متطابقات ضعف الزاوية أن sine 2 theta equals 2 sine theta cosine theta وأيضاً وجدنا أن cosine 2 theta equals 2 cosine squared theta minus 1 هذا يعني أن المقدارة 2 sine theta cosine theta equals 2 cosine squared theta minus 1 وقد افترضنا من البداية أن sine theta equals cosine theta فنقوم بالتعويض بدل sine theta فنحصل على 2 cosine theta cosine theta equals 2 cosine squared theta minus 1 نراحظ هنا أن cosine theta مضروباً بcosine theta أي يمكن كتابته بالشكل 2 cosine squared theta equals 2 cosine squared theta minus 1 وبطرح 2 cosine squared theta من الطرفين على ماذا نحصل؟ نعم نحصل على 0 equals negative 1 هل هذا ممكن؟ بالطبع لا هذا مستحيل إذن نستنتج أنه إذا كان sine theta equals cosine theta فهذا لا يعني أن sine 2 theta equals cosine 2 theta نبدأ الآن بالمثال الأول صفحة 133 أثبت صحة المتطابقة sine 2u equals 2 sine u cosine u الحل نريد إثبات صحة متطابقة الجيب لضعف الزاوية وقد تعلمتم سابقاً عزائي الطلاب أنه لإثبات صحة متطابقة ما يمكننا البدء بأحد الطرفين للوصول للطرف الآخر فلنأخذ مثلاً sine 2u يمكننا كتابة 2u بالشكل u plus u وبالتالي تصبح sine u plus u وأن sine u plus u هي عبارة عن جيب مجموع زاويتين هل تذكرون هذه المتطابقة؟ أحسنتم sine u plus v equals sine u cosine v plus cosine u sine v وهنا حيث u equals v فنحصل على sine u cosine u plus cosine u sine u لاحظوا أن الحد الأول sine u cosine u مساوياً للحد الثاني cosine u sine u فيمكننا كتابة هذا المقدار بالشكل sine u cosine u plus sine u cosine u أيضاً ومعامل الحد الأول one والحد الثاني هو one وبالجمع نحصل على two sine u cosine u أي أن sine 2u equals two sine u cosine u وبهذا نكون قد حصلنا على المتطابقة المطلوبة هل يمكنكم بنفس الأسلوب إثبات أن cosine 2u equals cosine squared u minus sine squared u لنرى ذلك معاً لنبدأ بالطرف الأيسر cosine 2u يمكننا كتابتها بالشكل كما فعلنا في المثال cosine u plus u وإن cosine u plus u هي متطابقة جيب تمام مجموعة زاويتين ما هي هذه المتطابقة؟ نعم، cosine u plus v equals cosine u cosine u cosine v minus sine u sine v وهنا بوضع u equals v فنحصل على cosine u cosine u minus sine u sine u لاحظوا أن cosine u مضروباً بنفسه وأيضاً sine u مضروباً بنفسه أيضاً فيمكننا كتابة المقدار بالشكل cosine squared u minus sine squared u وبهذا نكون قد أثبتنا صحة هذه المتطابقة cosine 2u equals cosine squared u minus sine squared u حاول أن تحل التمرين الثالث صفحة 137 استعمل متطابقة المجموعة والفرق المناسبة لإثبات صحة متطابقة الزعف الزاوية التالية cosine 2u equals 1 minus 2 sine squared u والآن عزيزي الطالب أوقف الفيديو ثم حاول حل التمرين والآن قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك الحل وكما فعلنا في المثال لإثبات صحة هذه المتطابقة يمكننا البدء بأحد الأطراف وليكن cosine 2u كيف يمكن أن نكتب جيب التمام هذا؟ أحسنتم cosine u plus u وهذه متطابقة جيب التمامي وجمع زاويتين ما هي هذه المتطابقة؟ صحيح cosine u plus v equals cosine u cosine v minus sine u sine v وهنا بوضع u equals v نحصل على cosine u cosine u minus sine u sine u وأيضاً لاحظوا معي أن cosine u مضربة بنفسه وسine u مضربة بنفسه أيضاً فنستطيع الكتابة بالشكل cosine squared u minus sine squared u لاحظوا معي أعزائي الطلاب أنه في المتطابقة المطلوبة الطرف الأيمن لا يحوي على cosine squared u وبالتالي لنحاول التخلص من cosine squared u هنا بماذا يمكن أن نعوض cosine squared u؟ نعم حسب متطابقة فيثاغورز cosine squared u equals 1 minus sine squared u بالتعويض نحصل على 1 minus sine squared u minus sine squared u ما معامل sine squared u هنا؟ أحسنتم المعامل هو negative 1 والمعامل هنا أيضاً negative 1 عند الجمع والتبسيط نحصل على 1 minus 2 sine squared u وبالتالي نكون قد حصلنا على cosine 2 u equals 1 minus 2 sine squared u وهي المتطابقة المطلوبة لنأخذ الآن المثال الثاني صفحة 133 أثبت صحة المتطابقة التالية cosine to the power of 4 theta minus sine to the power of 4 theta equals cosine 2 theta الحل نريد إثبات صحة هذه المتطابقة لنبدأ بالطرف الأيسر cosine to the power of 4 theta minus sine to the power of 4 theta لماذا يذكركم هذا المقدار؟ نعم متطابقة الفرق بين مربعين وهي a squared minus b squared equals a plus b times a minus b وبالتالي نستطيع كتابتها بالشكل cosine squared theta plus sine squared theta times cosine squared theta minus sine squared theta والآن ماذا عن cosine squared theta plus sine squared theta ماذا يساوي هذا المقدار؟ أحسنتم وفق مستطابقة الفيثة غورس cosine squared theta plus sine squared theta equals 1 وبالتعويض نحصل على 1 times cosine squared theta minus sine squared theta وماذا عن هذا المقدار؟ cosine squared theta minus sine squared theta نعم من خلال مستطابقة ضعف الزاوية cosine squared theta minus sine squared theta equals cosine 2 theta وبالتعويض نحصل على cosine 2 theta وبهذا نحصل على المتطابقة المطلوبة والسؤال الآن هل يمكن استنتاج هذه المتطابقة من متطابقة أخرى؟ لنرى ذلك نأخذ الطرف الأيسر cosine to the board of 4 theta minus sine to the board of 4 theta والنحاول أن نكتب sine to the board of 4 theta بالشكل cosine to the board of 4 theta minus sine squared theta to the board of 2 حيث قمنا بتجزيء القوة 4 إلى 2 times 2 وبالتالي وفق متطابقة في ثغورس أن sine squared theta equals 1 minus cosine squared theta أي بالتعويض cosine to the board of 4 theta minus 1 minus cosine squared theta to the board of 2 والآن كيف يمكننا فك القوسي هنا؟ نعم وفق متطابقة مربع فرق حدين A minus B squared equals A squared minus 2 A B plus B squared فنحصل على cosine to the board of 4 theta minus 1 minus 2 cosine squared theta plus cosine to the board of 4 theta وبالتبسيط نحصل على cosine to the board of 4 theta minus 1 plus 2 cosine squared theta minus cosine to the board of 4 theta لاحظوا معي أن cosine to the board of 4 theta minus cosine to the board of 4 theta equal to zero وبالتالي يبقى two cosine square theta minus one وهذه عبارة عن مطابقة جيب تمام طعف الزاوية وبالتالي cosine two theta أي حصلنا على المطابقة المطلوبة بطريقة أخرى حاول أن تحل التمرين السابع صفحة 137 أثبت صحة المطابقة two cosine two x equals cosine square x times tan x والآن أوقف الفيديو ثم حاول حل التمرين والآن عزيزي قيم حلك من خلال تدبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك الحل والنبدأ بالطرف الأيسر two cosine two x ماذا يمثل cosine two x؟ وأن sine two x هو عبارة عن جيب ضعف الزاوية وبالتالي نكتب two times one over two sine x cosine x وبالتبسيط نحصل على one over sine x cosine x لاحظوا معي أننا بدأنا بالطرف الأيسر ووصلنا إلى هذا المقدر ويمكننا الآن أن نبدأ بالطرف الأيمن cosecant squared x times tan x وأيضا أن cosecant x هي عبارة عن one over sine x وماذا عن tan x؟ نعم tan x equals sine x over cosine x وبالتعويض نحصل على one over sine x squared times sine x over cosine x وبتوزيع هذه القوة على القوس نحصل على one over sine squared x times sine x over cosine x وبالتبسيط نحصل على one over sine x times cosine x لاحظوا معي أننا وصلنا لنفس المقدر one over sine x cosine x وهذا يعني أن كلا الطرفين متطابقين فنكتبوا two cosecant two x equals cosecant squared x times tan x وبهذا نكون قد حصلنا على المتطابقة المطلوبة إلى هنا أعزائنا الطلاب نكون قد وصلنا لنهاج درسنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا قد استفدتم منه وإلى اللقائي في درس جديد إن شاء الله شكرا